اشتركوا في القناة من الممكن أن تتابعونا على البث المباشر على صفحة المسجد الكبير في أوتوى أوتوى مسلم أسوسييشن على الفيسبوك وإن شاء الله نحن على استعداد في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نكون عونا للمسلمين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى من المسلمين أو المسكة في أوتوى، كندا نحن هنا في قناة على الفيسبوك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نسألنا ونسألنا هذا القناة فلي to الله سبحانه وتعالى and we ask Him سبحانه وتعالى His guidance during that time of calamity and during the time of coronavirus that Allah سبحانه وتعالى brings us closer to Him and إن شاء الله بإذن الله to strengthen our faith in Him سبحانه وتعالى and إن شاء الله to be helpful members in our community آمين يا رب العالمين إن شاء الله we will continue our tools that we should take during the time of calamity as we started with دعاء then we started again with صلاة and then today we will speak about صدقة or charity الحمد لله رب العالمين لقد بدأنا في الكلام أو الحديث عن الأشياء التي ينبغي على المسلم والمسلمة أن يقوموا بها خلال وقت البلاء أو الوباء وقلنا أنها أولا تبدأ بالدعاء ثم بالصلاة ثم اليوم نتحدث عن الصدقة فإن الصدقة لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي أحد أهم الأركان التي بها يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء والوباء عن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوتي وأخواتي إذا نظرنا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة فسوف نجد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن الصدقة وعن فضل الصدقة وعن أفضل الصدقات وعن كيفية أن الصدقة ترفع وتدفع البلاء Brothers and sisters today إن شاء الله بإذن الله we are going to speak about another tool with which إن شاء الله بإذن الله الله سبحانه وتعالى will take away this virus and He سبحانه وتعالى will strengthen our faith and He سبحانه وتعالى will bring us together إن شاء الله بإذن الله which is صدقة charity charity has a big and very important status with Allah سبحانه وتعالى صدقة is mentioned in many ayات of the Quran and the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم also mentioned the صدقة, the charities in the authentic ahadith and if we go and navigate through the Quran and then through sunnat النبي صلى الله عليه وسلم we can say Allah سبحانه وتعالى is assuring us in the Quran saying وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ whatever you give out in charity He سبحانه وتعالى will reward you for it and He سبحانه وتعالى the best of those who provide سبحانه وتعالى and Allah سبحانه وتعالى when He speaks about the infaq or nafaqat or how to give charities He سبحانه وتعالى emphasizes the صداقات and He سبحانه وتعالى gives us the ways and the doors through which we can give our صداقات and Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم is also assuring us and emphasizing to us that صداقات is one of the good deeds with which we can go to جنة الله سبحانه وتعالى we can go to رحمة الله سبحانه وتعالى and it doesn't have to be much but the criterion is to be from a halal source نسأ الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا في هذا الوقت وهو وقت نزول الوباء بأن نكون من المتصدقين الله سبحانه وتعالى يعظم الصدقة وأنه سبحانه وتعالى يعطي على الصدقة العطاء الكثير ويجازي سبحانه وتعالى عليها الجزاء العظيم فلو أخذنا من الآيات الآيات كثيرة لو أخذنا منها آية وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يخلف على المتصدق وأن الله سبحانه وتعالى يبارك له أو يبارك لها وأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الصدقة ما لا يعطيها على غيرها سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عندما نتصدق نتصدق إما معلنين وإما مسرين ولكن صدقة السر لها سر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وإذا تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور وهو حديث السبعة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل منهم أو منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أي أنه تصدق بالصدقة فأسرها ولم يعطها رياءا ولكنه أعطاها لله سبحانه وتعالى إخلاصا له سبحانه وتعالى فكانت الصدقة سبب نجاته يوم القيامة وكانت الصدقة هي التي تظله يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل الله بين الناس الله سبحانه وتعالى is rewarding for صدقات and charities a lot سبحانه وتعالى and the Prophet صلى الله عليه وسلم is telling us in the hadith that صدقة is given secretly will put away the anger and the wrath of Allah سبحانه وتعالى so brothers and sisters in this hadith the Prophet صلى الله عليه وسلم is giving us a tip a tool with which we can go to رحمة الله مغفرة الله and Jinnatullah and this tool is to give secretly to give without announcing it is there any harm to announce the صدقة sometimes we should announce صدقات to encourage each other but sometimes we should give it secretly إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ as Allah سبحانه وتعالى is saying in the Quran if you give صدقة publicly it is good but if you give it secretly to the poor and the needy it is bitter and Allah سبحانه وتعالى will forgive your sins and giving صدقة secretly opens doors of Jannah and also it includes us in the shade of Allah سبحانه وتعالى under the throne of Allah on the day of يوم القيامة when each and everyone is in critical condition when the sun is coming close from everyone people are scared the people of صدقات will be shared under the shade of Allah سبحانه وتعالى as in the hadith of the seven categories who will be shared one of them someone a Muslim who has given صدقة in secret to the extent that his left hand doesn't know what his right hand has given so sometimes brothers and sisters when we come to صدقات we calculate if I give this I will lose that if I give this this will be too much so we calculate when we give صدقات but Allah سبحانه وتعالى when He gives to us He سبحانه وتعالى gives to us immensely He rewards us سبحانه وتعالى without limit so do not think much about how much you are giving out for Allah سبحانه وتعالى you just give it and wait for the reward of Allah سبحانه وتعالى so brothers and sisters صدقات in secret is the best but also صدقات in public is good وكما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب أصحابه في الصدقة صلى الله عليه وسلم فكان هو سيد المتصدقين النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتصدق ونعلم في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة ذات يوم في جماعة ثم بعد أن فرغ من الصلاة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى منزله أو إلى إحدى غرفه أو غرف نسائه ولم تكن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته كان يجلس بعض الصلاة ولكن حينما فرغ من الصلاة ذهب مباشرة إلى البيت ثم عاد فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكرت شيء من تبر من الصدقة لم أخرجه فذهبت فأخرجته ثم أتيت ما في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم So brothers and sisters الصدقة is an example we take from the Prophet صلى الله عليه وسلم he is the master of those who give in charity صلى الله عليه وسلم whatever charity will come to him he صلى الله عليه وسلم will distribute it in no time and he صلى الله عليه وسلم will give صدقة to many people and one day he was in his and then after making the salam he left immediately to his house which was not his sunnah صلى الله عليه وسلم when he came back the sahaba asking him oh messenger of Allah you left today after the salah you didn't wait after salah and he صلى الله عليه وسلم said I remember something from gold that I had at home which is from صدقة so I went out and I gave it and then I came back so he صلى الله عليه وسلم was eager to give out everything and not to keep the صدقات at his home صلى الله عليه وسلم وهذا يذكرنا بقصة الرجل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان هناك رجل من بني إسرائيل وكان هذا الرجل يمشي في فلاه فسمع صوتا في سحابه وهذا الصوت يقول اسق حديقة فلان وذكر اسما فتجمع السحابة أو تجمع السحاب ثم نزل الماء من السحاب في حرة ثم ذهب الماء في شرجة من الشراج فتتبعها الرجل حتى وجد رجلا بمسحاته في بستانه فسأله الرجل ما اسمك فقال اسمي فلان فقال هو الاسم الذي سمعته في السحابة ما قصتك فقال له انني اعمل في هذا البستان وهذا بستان لي وما يخرج من هذا البستان اقسمه ثلاثة اقسام قسم اتصدق به للفقراء والمساكين وقسم لأهل بيتي وقسم اعيده في هذا البستان مرة ثانية الله سبحانه وتعالى is giving us an example as the prophet صلى الله عليه وسلم has said in the people before you there was a man walking out in the desert and he has heard a voice in the clouds and he was looking to the clouds he heard a voice saying go and put this water or pull that water in the garden of so and so or in the farm of so and so and the name of a man was mentioned in the clouds this is an authentic narration of the prophet صلى الله عليه وسلم and then the man followed the water that came from the clouds down and he found a man with his axe waiting for the water and then he asked him what's your name he said my name is so and so the same name was mentioned in the clouds and then he said what is your story he said since you knew and you heard that my name was in the clouds I'm going to tell you my story my story is I have this farm and once I finish I get the harvest Allah subhanahu wa ta'ala gives me the harvest I divide it into three sections one section is for myself and my family the second section is for the poor and the needy and the third one I buy things and I put it back in the farm or in my garden so Allah subhanahu wa ta'ala has sent him a specific cloud with specific water just for him to water his land to water his farm because of his صدقات and the prophet sallallahu alayhi wa sallam and also the prophet and the prophet he said to us in the there's a lot of in the الحديث الصحيح ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أي أن كل يوم في حياتنا ينزل الملائكة إلى هذه الأرض ويدعون لمن ينفق بالخلف بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه كما قلنا في الآية كما قال الله سبحانه وتعالى وما نفقت من شيء فهو يخلفه يتلف الله سبحانه وتعالى أمواله ويسبب له الأمراض والأوبئة ولكن المنفق يخلف الله سبحانه وتعالى عليه Each and every single day Two angels will come down from the heaven One of them will say Oh Allah Give the one who gives in charity A lot and reward him And the other one will say Oh Allah The one who is stingy Who doesn't want to give So give him the diseases And the amrad And the things that he has Will be destroyed So the angels are making dua For the mutasaddiq The one who gives sadaqah To Allah subhanahu wa ta'ala And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam Also in the hadith is telling us The Prophet sallallahu alayhi wa sallam Is telling us That good things we do Charities and good things we do Will help us to die on a good way Our end will be a good end And the people of righteousness and goodness in dunya Will be the people of righteousness and goodness in akhara الصدقة إخوتي وأخواتي لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فلابد علينا جميعا أن نتصدق وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد وهذا وقت الوباء وهذا وقت البلاء ما الذي يرفع البلاء عننا هو الدعاء والصلاة ثم الصدقة نتصدق إلى الله سبحانه وتعالى نسأل عن الفقراء نسأل عن المساكين نسأل عن الأرامل نسأل عن جيراننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أننا إيماننا لا يكون كاملا إذا كان جارنا يبيت جائعا ونحن نأكل ونلهو ولا نسأل عن جيراننا فما بالنا إذا كان هذا الجار جار مسلم فما بالنا إذا كانت هذه المرأة الأرملة التي تسعى على الأيتام مسلمة وتحتاج إلى صدقات ونحن نملك الأموال ونأكل ونشرب ونلهو ولا نفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا إذا أعطينا فإذا أمسكنا من المال هذا ليس مالنا سبحان الله إنه مال الله سبحانه وتعالى المال هو مال الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وما له من ماله إلا ما أكل فأبلى أو ما لبس فأفنى أو ما تصدق فأبقى So the humans or the sons of Adams will always say my wealth my wealth my mal or my property and my money and the Prophet صلى الله عليه وسلم is saying your money and property is three things you eat something and it's gone you wear something and also it goes away and the only thing that stays is what you give in صدقات so brothers and sisters the importance of صدقات in our religion is huge and النبي صلى الله عليه وسلم is telling us that Allah سبحانه وتعالى is saying يا ابن آدم أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ son of Adam give in صدقات I'm going to give you so we got an assurance from Allah سبحانه وتعالى if you get the assurance from one person who has power in this dunya you get assurance and you become confident so what if you are getting the assurance from Allah سبحانه وتعالى أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ who is talking Allah سبحانه وتعالى give spend I'm going to spend on you and the Prophet صلى الله عليه وسلم is telling us one of the most beautiful ahadith ever that he صلى الله عليه وسلم is saying مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِمَّال there is no صدق that will decrease your wealth always صدق will increase your wealth and he also صلى الله عليه وسلم reminds us in the beautiful hadith when he صلى الله عليه وسلم says إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أولها صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الجارية صدق الجارية المستمرة حتى بعد الوفاة وأفضل الصدق الجارية سقيا الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة والأخوات الصدق فضلها عظيم وخاصة في هذه الأوقات أوقات البلاء وأوقات الوباء وأوقات الأمراض فإن بغي علينا جميعا أن نتصدق لله سبحانه وتعالى تصدق باليسير الله سبحانه وتعالى يعطيك الكثير والكثير لا نقول أخرج ما لك كله لله ولا نقول أخرج معظم ما تملك لله سبحانه وتعالى ولكن نقول تصدق من المال الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه فما تصدقت هو الذي يبقى لك وما أنفقت على أهلك وأولادك يكون من الصدقة وتأخذ أجره أيضا إذا كان في محله ولكن إذا كان لديك المال الكثير والله سبحانه وتعالى يخلف عليك فلابد أن يرى الله سبحانه وتعالى أثر نعمته عليك في بيتك وأهلك وفي صدقتك على الآخرين So brothers and sisters when Allah سبحانه وتعالى gives us health and wealth prosperity He سبحانه وتعالى wants to see that نعمة where are we going to deal with it what we are going to do with it so we use it at home the best صدقة is صدقة in my home with my family and then I give my neighbors and then I give my community there is a story that الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله as we know him one of the big names in our self عبدالله بن المبارك جاءه رجل وهو علي بن الحسن بن شقيق عبدالله بن المبارك كان من الصالحين رحمه الله كان يغز عاما ويحج عاما فجاءه علي بن الحسن بن شقيق وقال له إن عندي قرحة أو قرحة في وجهي من سبع سنين ويعني حاولت علاجها بالكثير وذهبت إلى الأطباء فلم يعني يضمض الجرح فقال له عبدالله بن المبارك أحفر بئرا واسق الماء وانظر كيف يفعل الله سبحانه وتعالى بك فأمر الرجل أن يحفر بئرا من الماء في منطقة يحتاج فيها الماء أو يحتاج الناس فيها الماء وبعد أسبوع واحد الله سبحانه وتعالى شفاه مما هو فيه إذن نداوي المرضى بالصدقات حينما نكون على مرض أو في مرض ونذهب إلى الأطباء وليس هناك تماثل للشفاء تصدق الله سبحانه وتعالى سوف يخرجك مما أنت فيه الله سبحانه وتعالى سوف يخرجك أختي مما أنت فيه تصدقي فإن الصدقة ستنفع في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال الصدقة في هذا الوقت ولا نقول الصدقة بمعنى الزكاة لأن البعض يتصور أن تكون الزكاة لأنها ذكرت في القرآن بمعنى الزكاة ولكن الصدقة التي نتحدث عنها اليوم التي تدفع البلاء والوباء هي الصدقة النافلة غير الواجبة وهي الزكاة 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 واجبة على كل مسلم ومسلمة فرض أحد أركان الإسلام أما الصدقة فلابد علينا أن نعطيها وهي فضل الأموال ما تبقى بعد أن أخرجت زكاتك وما تبقى بعد أن أنفقت على أولادك وأهلك فإذا قمنا بهذا كنا يعني نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ونتذكر لما نزلت آية حينما قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وجاء سيدنا أبو طلح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد سمعت أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليك قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذه بيرحا هي أفضل مالي فهي صدقة لله ورسوله فخذها يعني أعطيها لمن تريد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فرحا حينما كان الصحابة رضوان الله عليهم حينما يقرؤون القرآن يقرؤونه بقلوبهم وليس فقط بألسنتهم ويقومون بالإنفاق ليل نهار وهذا أبو بكر الصدق رضي الله عنه أنفق جميع ماله في سبيل الله وسيدنا عمر بن الخطاب أنفق نصف ماله في سبيل الله وهذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قام سيدنا عثمان وجهز جيش العسرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما ضرر عثمان ما فعل بعد اليوم so brothers and sisters صدقى charity especially nowadays in the time of that coronavirus we really need it we need it to get out from our bank accounts from our pockets from our wallets where to our needy brothers and sisters in our communities to help each other to ask الله سبحانه وتعالى oh الله this virus is coming down we believe it will never go except with your permission so we are trying to push it away by giving صداقات by helping each other by taking care of the poor by taking care of the widows by taking care of the orphans by taking care of the homeless those brothers and sisters who lost their jobs you cannot imagine how many people lost their jobs during that disease and the government is trying to help but we have to have a share too brothers and sisters we have to go out and help and we have to give صداقات that's why I'm going to announce this by the end of this halaqa that the Ottawa Muslim Association is taking an initiative with other masajid to help and also they donated for the Parkdale Food Bank they gave some donations so they can feed some brothers and sisters in humanity as we said before it doesn't have to be Muslims you have to give out to each and everyone around you you have to be rahmah to Muslims and Muslims this was Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم so we are involved in this the Parkdale Food Bank we are giving some صداقات and donations and also صداقات Food Bank our team yesterday they went and they were volunteering and they were packaging the meals that will go to the families the Muslim families and it will be sufficient for two weeks and this is something that we need brothers and sisters and also we have launched a very good campaign which is our neighbors should be in good hands and we are trying to ask about our neighbors and to look for them and to see if anyone wants anything and when I say neighbors means every neighbor around us Muslims non-Muslims humans we are asking about them and we are trying to help them and especially the seniors from our neighbors and the seniors in our community the Muslim community and we are announcing many times in the masjid brothers and sisters if you need help especially seniors call the phone of the masjid or to our Muslim associations or email the masjid or email the imam inshaAllah you will find some responses you will find volunteers coming to your doors helping you if you want medication if you want groceries this is our job our job not just come to salah and leave but we have to be involved in the community we have to be seen in the time of calamity more than the time of easiness and the masjid's rule brothers and sisters is way much more than what we think the masjid is not just for salah the masjid is the house of Allah subhanahu wa ta'ala from the masjid the help should come to each and everyone from the masjid we learn our deen in the masjid we practice our faith that's the way we do right now we practice our faith we get out to the neighbors we get out to the food banks we get out to the Muslims and non-Muslims and we are trying to help and also alhamdulillah rabbil alameen by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we just gave like three shahadas in this last month just one just before I come like half an hour ago a brother who took his shahada and he is coming to Islam so the masjid alhamdulillah rabbil alameen is open we say it is inaccessible to the public for surawat and jum'ahs but the masjid is open for help on a daily basis if you need any kind of help you come to the masjid and insha'Allah we will try to help and also our zakah is open if you need any help from our zakah insha'Allah you come to the masjid and the brothers insha'Allah will take care of you so brothers and sisters this is what we are going to do in these times of calamities in these times of difficult times we should give to Allah subhanahu wa ta'ala we should help the poor so Allah subhanahu wa ta'ala can see our cooperation with each other our help to one another and he subhanahu wa ta'ala will lift that bala that test that epidemic and he subhanahu wa ta'ala will help us and bliss us with his rahmah with his maghfira and he subhanahu wa ta'ala will clear us from all these diseases and he subhanahu wa ta'ala will heal all those who are infected and he subhanahu wa ta'ala will enlighten our way to see the good for us and follow it and to see the evil and the bad for us and to avoid it الإخوة والأخوات اليوم تحدثنا عن فضل الصدقة والصدقة تدفع البلاء والصدقة يعني باب من أبواب الجنة للمتصدقين والصدقة في السر والعلانية تنفع المؤمن ونعلم أن الصدقة لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لابد إن شاء الله أن نكون من المتصدقين والمسجد الكبير في أتوى يعني يقوم بأعمال البر الكثيرة ومنها مساعدة الفودبانكس والأماكن التي تعطي الأكل أو الطعام والشراب للإخوة والأخوات وبدأنا أيضا أن نذهب إلى الخارج ونرى أقاربنا ونرى كل من يسكن بجوار المسجد ونسأل عنهم الكبير والصغير حتى نرى إذا كانوا يحتاجون إلى أي مساعدة فالمسجد يقوم بالمساعدة هذا دور المسجد والمسجد للصلاة والمسجد أيضا لممارسة شعائر الإسلام الإسلام لابد أن يخرج من المسجد مسلما حقا يعرف حقوقه ووازباته مسلم يساعد ويساهم في حل مشاكل الجالية مسلم يساهم ويساعد في حل مشاكل الناس عامة ولذلك نقول إذا كان أي أحد من الناس يحتاج مساعدة في مدينة الأتوة فليأتي إلى المسجد الكبير فليتصل بنا فليلسل لنا رسالة وإذا كان هناك أحد يعني يريد من الزكاة أو من الصدقة يأتي إلى المسجد وفي هذا الوقت أيضا أذكركم إخوتي وأخواتي بأن المسجد في هذه الآونة أو هذا الوقت نعلم جميعا أن المسجد تعتمد على التبرعات وتعتمد على الصدقات في هذه الأوقات ليس هناك أي تبرعات أو صدقات فنسألكم جميعا أن تتبرعوا وتتصدقوا لمساجدكم المساجد تحتاج إليكم الصدقة للفقراء والمساكين وأيضا ضعوا المسجد في يعني جدول صدقاتكم لأن المساجد تقوم على الصدقات So brothers and sisters after knowing about the importance of the sadaqa in our lives أن الله سبحانه وتعالى لقد عقيت He has prepared lots of good rewards for those who give in charity We have to know that the masjid here hat taken many initiatives They are going door to door helping the neighbors They are asking about the seniors calling the seniors at home if they need something and also they are giving zakat at the same time Remember your mosque The masjid are running on sadaqa and donations So during that time of calamity there is no jum'ah there is no big gatherings so the masajid are not getting anything so as we know the only money that the masajid receive it comes from sadaqat from donations so please when you come to calculate and to give out put the masajid on your list and these are the houses of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala inshaAllah will reward you much we ask Him subhanahu wa ta'ala to make us among the mutasaddiqeen those who give for His sake inshaAllah we ask Him subhanahu wa ta'ala to take this waba and this bala and this test and this epidemic away and we ask Him subhanahu wa ta'ala to facilitate for us away closer to Him subhanahu wa ta'ala we ask Him subhanahu wa ta'ala His jannah His maghfra His rahma Allahumma inna nesaluka alafwa walafia fi dini wal dunya wal akhra Allahumma inna nesaluka an tahfaza albilaada walibada ya arhamar rahimeen Allahumma inna na'udhu bika min tahawuli afiyatika wa min fujaaati niqumatika ya arhamar rahimeen wa min zawali nirmatika ومن جميع سختك ya rab العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم احفظنا يا ربنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا الإخوة والأخوات إن شاء الله بإذن الله نلاق نراكم أو نلتقي بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج ففروا إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة